اشتركوا في القناة 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 في اقل من اسبوعين من انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح تجوز عدد الملقحين والملقحات بالمغرب عتبة نصف مليون وبهذا يحتل المغرب مرتبة متميزة على الصعيد العالمي وهذا الاقبال الكبير فهو راجع اولا وقبل كل شيء انه صاحب الجلال النصر والله وايده اعطال الانطلاقات ديها لهذا اللقاح وكذلك فكين واحد الاقبال كبير الحمد لله احنا بالمقارنة مع دول صديقة ومجورة فالمغرب غادي في واحد الوطيرة مزيانة بالمجيء ديال دفعات اخرى فالوطيرة غادي ترتافع نحقاش الدولة وجدات واحد اللوجستيك عالية والحمد لله حاليا قد تمر هاد العملية بسلاسة وكين الحمد لله اقبال حتى النظرية ديال المواطنين اختلفات ورجعوهما تقلبوا على المراكز ديال التلقيح اقبال كبير على مراكز التلقيح ملدون الفئات المعنية بالمرحلة الاولى من التلقيح خمسون الف عملية التلقيح في اليوم يعتبرها الخبراء مؤشرا ايجابيا وهذا يعد انجازا باهرا ويعد المغرب من اكبر الدول واعدم الدول في العالم حيث نجد انه قد حقق نتائج جد ايجابية مقارنة مع دول عظمى كاوروبا وامريكا وكذلك من مختلف دول اسيا هذا الاقبال يعني يعطاه وعد نتائج اللي هي بدأت كتبان على الارض الواقع انه الارقام اللي نكسجلوه هي وليت كتنخافض وخصنا دائما التزمو بالمسائل الاحترازية الوقائية من تبع الاجتماعي وكذلك غسل يدين الى غير ذلك من اجل يعني القضاء على هذا الوباء والمواطنين غير تلقحوا ان شاء الله كلهم باش نوصل ذلك لك المناعة الجماعية وكنوا انجحنا في المهمة ديالنا يعني ضد هذا الوباء الخريط استنفار واسع ببلادنا لانجاح هذه العملية وتفاعل كبير من لدن المواطنين المغاربة الذي ينم عن واعي وادراك بدور التلقيح في الوصول الى المناعة الجماعية تنتبه ان شاء الله انه 80% ديال المغاربة كلهم يتلقوا لداء باش يكون ان شاء الله سلامة ديال المجموعة ديال الاشخاص المغاربة احنا 40 مليون ان شاء الله معدد 32 مليون كلها تلقاه لغد من لنا السلامة الصحية الانخراط الطوعي مش انهي ان يعطي يعني القوة والدين المياء لتأهيل المملكة لتكون كذلك من بين الدول الرائدة في الحيث الحصيلة والنتائج التي حققتها يعني هذه العملية الى حد الساعة المواطنين كذلك ينعمون بأمن صحي من خلال الانخراط التام في عملية التطعيم وكذلك يمكن ان نقول مبروك للمغاربة ونقول كذلك لجلالة الملك بانه كان له الفضل الاول في ضمان الامن الصحي المغربي نجاح عملية التلقيح رهين بتلقيح 80% من سكان المملكة اي ما ينهز 25 مليون نسمة وبهذا تتحقق المناعة الجماعية وتعود الحياة الى وثيرتها الطبيعية طيب دكتور عبد الحاكم في الواقع على انه كيفما لاحظنا الان على انه الحملان طلقت بنا شيء جد جد مهم نتجاوز الان واللي الحمد نصف مليون رقم له اكتر من داللة لانه تحدث بطبيعة الحل في البعد الاحتفالي ولكن في البعد ايضا الرمزي لهذا الموضوع خاصة على انه مهم جدا لانه تجاوزنا مجموعة من الدول في هذا الاطار ولكن في نفسي يقم فيها بس ندير واحد القراءة متعددة للستراتيجية الاستراتيجية تغيرت عن النسخة الاولى لماذا تغيرت الاستراتيجية الآن تم الكتفاء فقط 75 سنة بالاضافة الى الاطار التي تعتبر في الواجهة هو في الحقيقة الاستراتيجية لم تتغير الاستراتيجية في الاول جاد بهدف تلقيح 80% من المواطنين المغاربة ودبا فش بدأوا تيجيو اللقاحات ولد الاستراتيجية استراتيجية تتشوف الناس اللي عندهم اولوية نعم لأنه كان عارفون الناس اللي عندهم اولوية هما الناس اللي عندهم فوق 75 سنة هما اللي كانوا الفيروس كانت يفتكوا بهم أكثر وتيمشيوا الأقصى ملئين عاش بدنا بهم مملولين وكذلك الصفوف الأمامية لأنه الصفوف الأمامية هي اللي يمكن لا تعالج هذه الناس طيب فهد الاطار ربما هناك سؤال يطرح للوصول هذه الرياضة أكيد هناك مجهود كبير جدا طيب الحال الواضح للعيان في نفس سياق الأهم في هذا الشيء كيفاش ممكن نحافظه على نفس الرياضة خاصة على أنه انطلقت الحملة وأيضا مجموعة المواطنين ربما حتى الفلسفة في طرح تساؤلات حول ما هي التلقيح وضحت للهيان على أن جميع المواطنين الآن ربما في حاجة ما سئلة تلقيح فاعتقدك الخاص كيف يمكن أن نستمر في هذه الرياضة الاستمرار في هذه الرياضة هو رهين بجوج النقطة النقطة الأولى وهو تخص نقتناء اسمه اللقاح نعم والوزارة وجميع مكونات الحكومية دابا الآن تدير ما في وسعها باش اللقاح يجيب صفاء مستمرة نعم النقطة الثانية هو اللقاح سيوصل المراكز المراكز الصحية المراكز اللقاح نعم وفي هذا الباب أنه الوزارة دار جميع التدابير باش اللقاح يوصل ويوصل آمن ويوصل في الحدود ديال جوج وثمانية الدراجات وكل موارد معبأة لهذا طيب بعض الأرقام بخلاصة جدا بعض الأرقام المتيرة والمهمة جدا لربما لأنه المواطن ربما يخصوا يعرفها خاصة باش يتضح له المجهود للسيتنائي المبدول من طرف وزارة الصحة شنو أهم الأرقام يمكن أنك تعطينا الأرقام كثيرة وتم اقتناء أكثر من ألفين ديال المحافظ ديال التبريد والتلاجات وعبأنا أكثر من عشر آلاف ديال الأطور اللي غادي تدير اللقاح هناك تلتالاف وسبعة واربعين نقطة اللقاح طيارة اللي تتجيب ملايين للجوراء وهذه الملايين تتخزن بواحد الصيفة منتظمة هناك واحد المراقبة صارمة وهناك كما تقولون التنغيل تنعرفوا هذا اللقاح في نمشاء وشكل إخداءه نعم طيب هذا أمر مهم جدا نفصل فيه لاحقا دكتور في الواقع الدكتور طيب لأن الحاجز النفسي ربما اللي كان عنده مجموعة ديال المواطنين خاصة في إطار تساؤلات ربما اللي هي مشروها أيضا حول ما هي اللقاح والأهمية دياله ولكن لاحظنا في هذه الآوينة هناك سؤال آخر متى سيأتي دوري لللقاح وأعتقد على أن هذا هو الأهم في هذه الفلسفة العامة خاصة على البعد التواصلي وفي جانب آخر أهمية هذا الموضوع خاصة عندما نشاهد صورة الرمزية والأساسية عندما بدأ جلالة الملك محمد السادس نصره الله بعملية التلقيح فاعتقادك الخاص لماذا وقع هذا التحول لدى المواطنين كيف نستطيع الأمور ونشرحوها نعم من لي جلالة الملك يوم 28 يناير نعم قرر باش يكون هو أول متلقيحين في المغرب نعم ما كانش فقط هو من أجل إعطاء إعطاء واحد انطلاقها الرسمية دي الحملة الوطنية التي تلقيها صحيح صحيح كان نتيجة لواحد مقاربة نعم واحد سياسة لم تتبعها منذ انطلاق الجائحة نعم هي السياسة دي الاستباق نعم والسياسة دي التضامن إذا بغينا نقتصروا لها الجزء دي العنوين السياسة السباقية وتضامنية نعم فالمغرب في العالم كله كان واحد جزء من تخوفات حالي قلتك تخوفات مشروعة نعم لأنه في الازمات الصحية كتكتر تخوفات دي الناس كيخافوا كيتخلعوا وهذا مسألة مشروعة نعم ما كنتكلموش على النظريات المؤامرة وهذاك موضوع أخر لأن هم هذوك الناس كيعرفوا الحقائق ويزيفونها نعم المواطنين عندهم تخوفات نعم احنا في المغرب عندنا واحد تاريخ ديالة تلقيه نجحين فيه نعم اللولة المغرب كذلك هنا دراسة تجارة إفريقيا وشارك فيها المغرب على نياد الناس اللي غير تلقحوا 80% هذي دراسة اللي قلت ديال الناس اللي غير تلقحوا كالمغرب مشارك فيها نعم في الولايات المتحدة الأمريكية كان 80% نعم في بعض الدول أوروبية كانت النسبة مرخافضة وطلعت نعم احنا مع ذلك كانت الرمزية ديال ديال الانطراق ديال الحملة من طرف جلال المالك باش احنا بغينا جميع المغارب أكيد سواء اللي عندهم تقيقة تامة اسولتي كذلك دكتور يحيان نعم 66 مليون لقاح اللي المغرب معتمدوا باش نجحوا في الاستراتيجية ديالنا كلها نعم فإذا احنا اللقاح موجود ومجاني ما بغيناش في بلدنا يبقاش مواطن نعم اللي ما يقدرش يلقح رأسه ويحمي رأسه لحقاش إما ما عندش فلوس أكيد أو لتاكن بعيد أكيد أو كيخاف نعم جميع الناس كانت هذه الانطلاقة وكانت هذه الإشارة الملكية باش الجميع المغاربة يقبلوا باطمئنان كان سن ديالهم كبير وإذا كان صغير من 17 سنة فما فوق كيف ما كانت الوضعية الصحية ديالهم نعم يطمئنوا بأن اللقاح جابش يحميهم دونك بهذه الأسابيع الأرقام اللولة كنت أكدوا بأنه قلبنا المعادلة نعم وعلى أنه الإقبال ديال المغاربة على التلقاح غادي أدي بنا النجاح الحمد أن يتلقاح إن شاء الله طيب دكتور طيب السؤال قصير وإجابة قصيرة تحول متى سيأتي ضغري في اللقاح ربما هذه الأسئلة اللي وللتطرحات إشكاليات متعددة فاعتقادك الخاص وإش البعد النفس يتكسر لدى المغاربة أنا شخصيا كنت كنت أقول من دائما على أنه المغاربة غادي يقبلو على التلقاح وغادي نجح في التلقاح نعم وهذاك شي ديال الوسائل الاجتماعية الفيسبوك الواتساب محدود إحنا كنا نعرف ويمكننا نتكلم عليه مسائل محدودة ولكن اليوم كنا نقول للمغاربة إحنا كيسولونا أنا باحث ولكنني ممارس طبي ممارس المغاربة كيسولونا فوقش يجي اللقاح وش يمكن اللي نديرو واش نقدر ندو زنا اللول إذا الأسئلة الحقيقية للمغاربة اليوم هي فوقش غادي نلقح رسنا وإحنا كنقول للمغاربة على الجماعية ونقضيوها على الوفاء طيب ربما من المؤسسات المهمة وهي منظمة الهلال الأحمر منظمة الهلال الأحمر منظمة مؤسسات هي مهمة جدا أعتقد على أنها كانت ربما حسب ما يقال الدراع الخلفي أيضا لوزارة الصحة خططا على المساواة المساندة في هذا الجانب ربما الدكتور سعلي كيف حولت منظمات الهلال الأحمر استراتيجية ديالها في إطار عملية التلقيح دعما للمجهودات الكبيرة والستنائية لوزارة الصحة أقول دائما من لا يشكر الناس لا يشكر الله شكرا بالفعل منظمة الهلال الأحمر المغربي انحرطت بطريقة تلقائية في العملية ديال مواجهة الجائحة في المرحلة الأولى نعم وكذلك في المرحلة ديال التطعيم والتلقيح وأريد اسمحولي في كلمة قصيرة وجيزة أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل المتدخلين لديل الصفوف الأمامية من أطباء وممرضين وإداريين ورجال السلطة والقوات العمومية اللي بالفضل ديال التضافر للجهود للجميع ما بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية استطعنا أنه مع المنظمات الغير حكومية نحق الأهداف اللي تكلمنا على الأرقام ديالها الآن واللي هي مفخرة للبلدنا كذلك ما يمكنش في إطار الأعطراف أننا نعزي جميع الأطر والناس اللي توفاتوا هي كتأدي الواجب الوطني لأن في منظمة الأحمر المغربي أول نوقع بكل شيء هو الأعطراف بالأطر ديالها وبالمتطوعين ديالها لذلك نعزي العائلة ديالهم وكنتمنى أنهم يكونوا يعني عند الله يعني في واحد الحسنة كبيرة وكبيرة بزف طيب دكتور سعليف لأن هما الأدوار ديال الهلال الأحمر كمساعد للسلطات العمومية هو يتدخل في الكوارث سواء كانت طبيعية أو غير طبيعية نعم إذن استراتيجية دياله من الاستقلال ديال المغرب وهي كاملة كتشتغل على التعبئة وعلى التأهوب والاستعداد للتدخل في حالة الكوارث ولكن مباشرة من مارس 2020 حاولنا انطلاق اللجنة ديال يقضى على المستوى الوطني واللجان الجهوية على المستوى الجهوي والإقليمي أننا نفكره بجدية انطلاقا من الاستراتيجية التي حدتها وزارة الصحة وزارة الداخلية نعم أننا انخرطنا مباشرة والاستراتيجية ديالنا ديالت كتخدم كيفاش نخدمه الأهداف ديال المرحلة بمرحلة في المرحلة الأولى كان وضع الممرضين والممرضات والأطباء رهنا إشارة وزارة الصحة من أجل العلاج ديال المرضى وفي هذه المرحلة الثانية ديال التلقيح والتطعيم بطبيعة الحال وقع هناك توجه فيما يتعلق بالاستراتيجية ديالنا على أساس أن المتطوعين والمتطوعات والمسعفين والمسعفات أنهم ينخرطوا ويغطيوا الأماكن البعيدة بالخصوص في العالم القروي لأنه كان عطبره عن طريق التنظيم للمنظمة اللي نوع تنظيم غير ممركز ديسنتراليزي من تواجد على جميع العقاليم والعمالات فإحنا استراتيجتنا هي استراتيجية فيها استمرارية ولكن في نفس الوقت تستمد جذورها وأهدافها من استراتيجية لحدتها الدولة وبطبيعة الحال وزارة الصحة نعم طيب فدل إطار الدكتور يحيان في الواقع على أنه سيد وزير الصحة يعني تحدث في عرضي قدمه أمام مالجلة القطاعات الجماعية بمجلس النواب حول ملامح الاستراتيجية بشكل عام يعني وكانت هناك مجموعة ديال المعطيات في مقدمتها مبادئ مركزية ربما دستور الحملة أولا الشفافية التضامن ثم التطوع أعتقدك الخاص من أجل استمرارية في هذه الحملة شنو هي أهم تساؤلات حقيقية باش نبقوا دائما غدين في نفس التوجه من أجل الصعود بالأرقام من نصف مليون إلى أرقام أكبر بإذن الله كما أشرتم فدستور هذه الحملة هما الشفافية والتطوع والتضامن والمجانية نعم إذن الحمد لله المجانية جات على يد صاحب الجلالة نصره الله وجميع المواطنين الآن سيأخذوا اللقاح مجاني نعم الشفافية أنه كل مواطن سيأتي الموعد عن طريق التليفون وحتى لما عندهش تليفون عن طريق السلطة العون السلطة العموية نعم إذن هناك شفافية مطلقة ومما نراه في المراكز التي تلقح أنه المواطنين تأتي وتأخذوا الدور وعندهم الموعد وما كانش اكتضاد ما كانش الناس تقول أنا بغيت ندوز نلول ولا ناس مضبوطة إذن كما قلنا هذه العناصر تجعله من الحملات تكون حملة ناجحة وانطلاقة ناجحة نعم طيب ربما في ذلك استعدادة المغرب استقبال ماليين للجرع خاصة من اللقاح البريطاني ربما تحى التساؤلات وهذه فرصة أنك تود بعض المعطيات المتابعة أساسا بالمسنين فاعتقاد الخاص التساؤلات التي طرحت خاصة على مستوى الفيروس الجديد أو التحولات الجديدة في الفيروس خاصة المستوى جانب أفريقيا كيف واكبت اللجنة العلمية والوزارة هذا الجدل وهناك من توضيحات لما توضيح هذا الأمر بالنسبة لكثة المواطنين نعم بالفعل هناك ضجة أتيرت حول لقاح أسترازينيكا عند المسنين اللجنة العلمية بتاريخ 4 فبراير خرجت البلاغ ديالها و درسات الملفات ديالها أولا المعطيات المعطيات التي جابت للجنة هو أولا حصول التلقيح على رخصة الاستعمال من لدن الوكالة الأوروبية للأدوية والعديد من الدول كما هو الشأن بالنسبة للمغرب نعم نقطة التانية التجارب السريرية تضمنت مشاركة متطوعين بالغين من العمر 65 سنة فما فوق والنتائج المحصل عليها لحد الآن لم تخلص إلى استنتاجات بشأن استثناء هذه الفئة العمرية من تلقيح نعم نقطة التالتة النتائج الجد إيجابية في المناعة نعم الناس اللي فيتين 65 عام وداروا الجرعة اللولة والجرعة التانية نعم فهي أعطى نتائج جد 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 لا تستدعي استثناء 65 سنة نعم نقطة الرابعة هو الأمان الأمان الملاحظ أن لقاح استرازينيكا لأتراع الجد هو أمن جدا لأنه الآثار الجانبية هذا اللقاح تتبقى ضعيفة ضعيفة ممكن تعطينا بعض ملامح هذا الآثار الجانبية وشي اللي معروفة عادة جميع التلقى الآثار هي اللي معروفة هناك حمرار هناك داك الموضع ديال الشوكا تيجي في واحد شوية ديال ما ينشي حاجة لتدعيل القالاق بتاتا نعم طيب ربما دكتور طيب في الواقع على أنه ما سمي نظريا بالوباء المعلوماتي أو خاصة على أن هذا هو الجانب المتير في الجدال لأن ربما لقاح البريطاني أترت فيه بعض التساؤلات تساؤلت فيه سبوكية بالدرجة الأولى وهنا ربما منظمة صحة العالمية سمت هذا الظاهرة بالوباء المعلوماتي في الوقت اللي كان على أنه المغرب خصوية المجهود أكبر يعني يبقى له الوقت ربما نستنزيف مجهودات وزارة الصحة بالخروج ببلاغات وضحية في هذا الجانب الظاهرة الوباء المعلوماتي كثرت في هذا الجانب هذا لماذا دكتور خاصة على مابوروز فتاوي صحية غريبة جدا وربما يكون عندي فرصة نطرح بعض التساؤلات مرحبا الانفوديمي بحليكين لابونديمي بحليكين الجائحة ديال فيروس كينتاشر صحيح وخصنا عرفوا بأنه الجائحة مثلا ديال الكورونا ما بين الوهان وانتشرت في العالم كله بضعت أسبوع قليلة علش لأنه العالم المتشابك طيرا موجود ناس كتصافر كيمكن يفطر في دولة ويتغدى في دولة نفس الشي بالنسبة للمعلومة الخاطئة هو أن معلومة الخاطئة لقات في 2020 في هذه الجائحة كين الانترنت كين الشبكات الاجتماعية كين واتساب كين فيسبوك إذن لقات الفرصة سانية جميع الأزمة الصحية عبر العالم عبر التاريخ كين نظرية المؤامرة كتنتعش كيكون أخبار زائفة ولكن داب لأول مرة كنواجه الأزمة صحية في ظل هات تشابك في الانترنت اللي وصل إذن هات شعل اسمات منظمة الصحة العالمية لانفوديمية على الجائحة كذلك المعلوماتية وخصناعرف الخطورة ديالها أولا خصناعرف بأنه كين دارت واحد معهد أمريكي معهد تكنولوجيا في مصدرسي في الوية المتحدة الأمريكية في 2018 ديال تكنولوجيا دار واحد البحث ولقى جد الخلاصات الخلاصات الليولاء لأنه المعلومة الخاطئة كتمشي بسرعة ستتمرت أكثر معلومة صحيحة بمعنى لأنه أنا من يكن أعطيك معلومة خاطئة في الواتساب أو في تويتر مثلا يمكن المعلومة الخاطئة توصل في النهار بينما أعطيت المعلومة الصحيحة كدوستي معتك توصل نقطة نقطة الثانية بين النتائج للبحث لأن المعلومة الخاطئة المعلومة الصحيحة في المعدل ديالها كتوصل ألف ديال الناس في المعلومة الخاطئة كتوصل مئة ألف واحد الحاجة الثالثة كان ناس يتم بالأخبار الكاذبة يقول أن الأخبار الكاذبة مع الأسف في الوباء تقتل لأن من نعطي الناس فتاوي غلطة من نقول أن طرق الحماية غلطة أو نقول الناس لا فيروس لولو والناس يتقوا بي هذا معلومة الخاطئة تقتل لا يمكن أن نقول حك تقتل الناس ولكن نقدر نعطي رقم آخر هو نعطي مثال خبر كاذب 2013 خرج في تويتر على الناس البي بيت اوهد فيه مشكل وأوبامر رئيس الرئيس المتحدة الأمريكية عدد دقائق 136 مليار دولار التي تخسرت في البورصة 136 مليار دولار التي ضاعت معناها بأنه خبر كاذب يمكن يدمر اقتصاد يمكن قضي على الحياة بالنسبة للمواجهة كل مواطن يتصل لأخبار يتأكد منه قبل ما يوزعه لا يوجد إلا وزعتين وخير اللي وزعتين نتأكد منه هو الأول ما يقتلش نتأكد منه نشوف واحدين أخرين وأنا دك يمكننا نحاصر الأخبار الزائفة بحل يقدرنا نحاصره ونقدر نحاصر الفيروسات الخطيرة كذلك طيب باش ندر واحد المناعة التبية في الجانب خاصة على مساوى عن الأخبار الزائفة ربما تطرح على العديد من التساؤلات وأعتقد على أنهم المهم جدا تطرح السؤال كيف يمكن أن نؤسس لمناعة خاصة على أنه وزارة الصحة أيضا في نفس السيق تعاني من الأخبار الزائفة لربما كثرة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي فأعتقد كيف ممكن ندر هذا المناعة مع العلم لأنه من أغرب فتاوي الطبيب لأنه هناك طبيب في منطقة عربية يدعو الناس المسنين خاصة أمراض السكري والضغط الدموي ما يدروا ما يقع هذا مع الأسف ما هي الإنسان حيث هو طبيب وليست عنده الدكتورة في شي حاجة ولا حيث رايح بيحث شي حاجة رايح بالضروري حنا ما كنقول الأشياء مني كنعطيه للناس كنعطيه إرشادات وزارة الصحة أو متدخيرين مني كتعطيه هذا كتعطيه بناء على الأبحاث علمية طالح وصحح كيف نديرو مناعة كيف نحرب الفيروس الحقيقي الفيروس الحقيقي أول حاجة نحاصره ولهذا قلنا الناس منيجيهم الأخبار يحاصروا هذه الأخبار الزائفة مش يجي عندك تنشر ربح يجي عندك وحد فيروس وكترشلو في واتساب العائلة ديالك وانت ما تأكدش منه ركت أذيهم طيب باش ناخد الجو نحاصره الحاجة الثانية كنلقحو كنلقحو هي كنديرو المناعة هيا المواطنين خصنا يتكونوا نحط نحط تربية صحية وهذا الدور كتقوم به المتدخين الصحيين وكيقوم بيحتل إعلام اللي ديرين يعني مجهود كبير باش كنحربوا يوميا هاد أخبار زائفة جاوض قصير جدا دكتور لك ممكن اللقاح الصيني واللقاح البريطاني نفس الفعالية نفس الفعالية نفس درجة الأمان وبجوج بيهم غادي يحميوا بلادنا وبجوج بيهم غادي يمكنونا المسلمين على الجماعية وبجوج بيهم نقولوها المواطنين ونطمئنهم من هذروش غير عن الفعالية الفعالية ديال 70-80% كتهم من نحنا اللي كنتلقحو بالنسبة المواطن كتهم واحد الحاجة اللي كيتلقح بسينوفارم ولا أسرة زينيكا را عندو واحد فعالية وقارب 100% ضد الحالة الخاطرة وضد الوفيات لا قدر الله طيب دكتور سعني في الوقت على أنه منظمة الهلال الأحمر المغربي يعني تقوم بوحد دور كبير جدا في تخفيف العب على النظم الصحية وأعتقد على أنه من المهام الأساسية هي مساندة وزارة الصحة في اعتقدك الخاص هناك مجهود ستنائي يبدل على مساوى العالم القراوي يعني كيف تساهم منظمة الهلال الأحمر المغربي لدعم يعني وزارة الصحة خاصة في المسالك الصعبة والظروف الصعبة اللي أعتقد على أنه هناك يجب أن يبدأ المجهود أكبر لتلقيح العديد من المواطنين دكتور سعني بالفعل كما تفضلتم أن منظمة الهلال الأحمر المغربي كمساعد للسلطات العمومية في الميدان الإنساني في الميدان الصحي وبطبيعة الحال الدور ديالها الأساسي والمهام ديالها الأساسية كالتعلق بدعم كل الخدمات المقدمة من طرف وزارة الصحة المواطنين وفي هذا الإطار بطبيعة الحال جندنا المتطوعين والمتطوعات وانطلقنا من الدراسة اللي درها الاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر اللي هي منظمة فيها 192 جمعية وطنية على المستوى العالمي هالدراسة بينت أنهم اللي يكون واحد الموظف مثلا على المستوى المنظمة كيف سيكون معها 36 متطوع حيث أنه إذا كانت الدولة ووزارة الصحة ستجند 5000 ديال الأطور ديالها اللي هي موظفة الهلال الأحمر سيوجد 36 لكل موظف نعم وإحنا في هذا الإطار استطعنا نوصل الـ 4000 متطوع لا على المستوى الممرضين والممرضات وعلى المستوى المسعثين اللي تقسموا على جميع الأقاليم في إطار اللي جندي اللي قادة المحلية حاولنا ما أمكن حسب الأهمية ديالكل إقليم والنقط اللي نهي خطتها وزارة الصحة والمندوبية الجهوية والمندوبية الإقليمية أننا نعطيهم دك الأطور بصفة تطوعية لأن الهدف مننا وهو أن بلادنا الآن محتاجة إلى جميع الطاقات وزارة الصحة بوحدها والوزارة الداخلية بوحدها في العامل اللي تقوم به ما يمكنش تحقق الأهداف لا بد من تضافر الجهود ديالجميع نعم وإحنا دورنا كمنظمة مبنية على التطوع وعلى الخدمة التطوعية بطبيعة الحال أي نقطة من النقاط بتنسيق تام مع المندوبية الإقليمية ديال الصحة وضعنا العدد الكافي من الممرضين والممرضات باش يقدموا هاد الخدمة للمواطنين وإنا كنت ضم هاد التوجه الجديد نعم هو اللي كيف جاء في الكلام ديال الإخوان اللي الذكروا قبل مني فيما يتعلق بالإشاعة وفيما يتعلق بهذه الأشياء اللي مرتبطة بالخبر الزائف أنا كنظن هاد المتطوعين اللي كينتاموا العائلات واللي جايين من المجتمع واللي هما من العالم القراوي أو من العالم الحضاري كنظن هي الآلية الحقيقية صحيح اللي ضدتقى المغربة صحيح إلا كنا كنشوف أرقام مهمة على مستوى التلقيح هذا ناتج ماشي غير لأن المغربة وصلوا الوحد لمستوى الوعيد ولكن ناتج لأن الدولة من خلال وزارة الداخلية ومن خلال وزارة الصحة ومن خلال المنظمات ديلها الإنسانية والاجتماعية استطعوا يردوا التقى وأنا متفائل أن الأيام المقبلة سيكون هناك إقبال أكثر و سيكون وحدة ارتفاع تصاعدي فيما يتعلق بالإقبال على عملية التلقيح طيب ندروا واحد الأقفاء ربما أقفاء لنشوفوا واحد الروبرتاج لهداته الزميلة فينا شاكرة العلوي قامت بزيارة منظمة الهلال الأحمر المغربي في العديد من النقاط وعدت لنا بهذا الروبرتاج الروبرتاج في زمن الجائحة برزت قيمة العمل التطوعي حيث حرس متطوعو الهلال الأحمر المغربي على مد ياد العون لجنود الصفوف الأمامية من الأطر الصحية لمنع تفشي الوباء اليوم يواصل هؤلاء دعمهم لإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 ومن مركز الأميرة للماليك لتكوين المتطوعين وأطر الصحة بتتوان ينطلق مشوارهم إلى مراكز التلقيح المختلفة يوميا الآن في الوقت اللي التعلن على أننا العملية ديال التلقيح الممرضات والممرضين تابعين للمركز للأمريكا لتكوين المتطوعين وأطر الصحة متواجدين مع إخوانهم الأطر التبية والتمريضية بوزارة الصحة بالمركز الصحي الحضري المحنش بتتوان عملية التلقيح تمر في ظروف جيدة وتنظيم محكم بفضل أطر صحية متمرسة تعمل لأجل ضمان الأمن الصحي للمواطنين وتدعم عملها لهم متطوعات الهلال الأحمر المغربي اللواتي وكبن كبار الصن حتى إجرائهم اللقاح للمواطنين تسعة عشر في أحسن الظروف طيب دكتور عبد الحكيم في الواقع على أنه سؤال يطرح يعني ربما إن كان يعني طبيعي يعني منطقي جدا على أن وزارة صحة بشت في إطار توجه سبقات المسنين وأيضا الأطر الصحية والأطر العاملة في الصفوف الأمامية فسؤال يطرح يعني ربما وش هناك بالفعل مساعدة للمرحلة الثانية من العملية وش هناك ملامح حتي الفئة شنو الخصوصية ديالها والأهم شنو هي المقايز شكرا في تحديدها للفئات المستهدفة الاستراتيجية الوطنية لتلقي حدث كوفيد-19 بنيت على بلاغ الدوان الملكي الذي كان واضحا هناك الصفوف الأمامية التي فيها الأطباء والمور رجال الصحة رجال السلطة الجيش الملكي ورجال التعليم وكذلك الناس التي عندهم أكثر من 75 سنة هذه الفئة لها الشكل نعم هذه كمرحلة أولى نعم من بعد ستأتي المرحلة الثانية وسيأتي اللقاح إن شاء الله رحمن الرحيم وسيأتي تبط الفئة العمرية للناس التي سيكونوا مثلا أقل من 75 سنة وحتى شفئة عمرية ما 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 هم المقاييس الذين تخذوه زعمه بحداثرهن لم تكون حاجة زيدة ولا نقصة نعم طيب ربما مفهوم جدا الآن خصوصية ديال هاد الفئة ولكن هاد شي ربما راهين أيضا بالكميات اللي غادي تجي واش عندكم دكتور يعني ملامح ديالكميات اللي غادي تجي قاربا بإذن الله فعلا الوزارة الحمد لله تمت اقتناء جد المليون ونصف ديال الجرعات في هذه المرحلة اللولى والحمد لله كان ملامح بغادي يكونوا غادي يجيوا عوتاني ملايين ديال الجرع فهذا شي غادي بالتدريج لنك تعرفوه يعني كان هنا استباق عالمي للتزود باللقاحات وهذا شي هذا يخلي الطلب يفوق العرض والحمد لله كما قال للدكتور حمد لله راه قلها بطريقة واضحة النواء المغريب كان استباقي استباقي منذ شهر ثمينياتي الألفين وعشرين تقلب على اللقاحات الحمد لله وكانت الحمد لله النتجة هي كي نحن من بين دول أولا اللي كان عيشوا كان تلقعهم نعم طيب دكتور حمد لله في الوقت على أن هذا سؤال يعني كي تطرح مبدأ يعني الأخلاق بصفة عامة خاصة على مستوى كنهضر على الأخلاق الدولية بالدرجة الأولى يعني في الوقت اللي شفنا يعني مجموعة دي الدول تتهفت بشكل كبير جدا وأحيانا للأسف كتتخذ حتى الكمية اللي ربما ما شيف حاجة ما سليها تتجاوز القدرات ديالها فاعتقاب الخاص وش منظمة الصحة العالمية بين قوسين عزات عن تدبير هذه الأزمة خاصة لأن هناك سؤال يطرح لماذا بعد الدول يعني كتخذ كميات أكبر من الإمكانيات ديالها منظمة الصحة العالمية عزات على باش تدير واحد العدالة نعم في العزات وهي اللي كتخولها ماشينا اللي كنقولها صحح قالت بأنها واحد لمنظمة الصحة العالمية من اللي بدل الواباء قدرت واحد العدال أكت أكسس لكوفيد تعتاش تولز نعم اللي كي يكون عدالة أولا في وسائل الشخص نعم وسائل العلاج نعم والوقاية يعني اللقاح والتقوية للمنظمة الصحية نعم كان خصوة 38 مليار ديال الدولار مع الأسف ما تمكناش بجمعت الفلوس نعم واحد دازت الكوفاكس نعم كوفاكس هي والبرنامج اللي ديرها منظمة الصحة العالمية بتعاون مع عدل منظمة دولية نعم باش يديروا عدالة في توزيع اللقاح نعم لحد الساعة ما تمكناش مية في المية الوصول هاد العدالة نعم وهنا تكلم مدير العام منظمة الصحة العالمية على فشل أخلاقي البشرية صحيح وهذا الفشل الأخلاقي يعني كين دول لشريات كوموندات خمسة المرات أكتر من الحاجات ديالها نعم غدي قولينا سبعين دولة في العالم من دات الدخل ضاعف مغي تلقحوش 2021-2022 نحن اللي كي همنا اليوم في كمنظمة الصحية هذي مسألة سياسية ديال الفشل الأخلاقي نعم نحن اللي كي همنا النتيجة ديالة أشنا هي نتيجة ديالة على الوباء نعم هالدول اللي كي تهفتوا على اللقاح يجوز المرات وثلاثة المرات وخي لقحوش شعب ديالهم مية في المية يلا بقى عندنا دولة وحدة في العالم نعم الفيروس بقي كي يدور فيها بقوة غدي يظهرون نسلالات جديدة وربما سلالات خطيرة وغدي وصلوا لهدوك الدول اللي اللقحوش في المية في المية وغدي عاودوا من لول الجائحة من الجديد فإذا هذا واحد الفشل الأخلاقي ديال الدول في هذا السباق اللي قد يؤدي إلى مع الأسف تأثير على النجاح الطبي اللي اللي وصلنا له صح ولهذا طبعا إحنا المغربة إحنا مشينا كان نأمنوا الشعب ديالنا وكان بحثو باش نأمنوا الشعب ديالنا ولكن في إطار واحد الأخر معقول وبالكمية المعقولة وبالأشياء المعقولة وإحنا مشاركين في كوفاكس ومستعدين المغرب يكون مع الدول الأفريقة والدول الأخرى باش نكونوا متضامنين ونكونوا عادرين ونكون نقضيو على الوباء كلنا لأنه منع جماعية ما كتوصل في بلد واحد منع جماعية لا معنى لها إلا ما تكون تكون تكونية أكيد أكيد طيب دكتور سالي في الواقع على أنه ربما تحدثنا عليه الآن فيما يخص المبادئ الاستثنائية والأخلاقية التي نتحدث عنها وأعتقد على أن منظمة الهلال الأحمر المغربي جزء من المبادئ الأساسي التي تعتمد عليها في تكريس تحقافتها ومبدأ التطوع وأعتقد على أنه مبدأ مركزي أساسي ساهم في دعم الوزارة الصحفة الجانب فاعتقال تلخص أهمية مبدأ التطوع في خدمة القضية الوطنية الآن التي نتحدث عنها وهي حملة اللقاح ضد كورونا بالفعل كما تفضلتم هي التطوع هو الأساس للنجاح دي أي عملية كانت اجتماعية أو كانت طبية أو كانت صحية أو كانت في أي ميدان من الميادين ديال التنمية فالهلال الأحمر بطبيعة الحال أول شيء اللي بدك يشتغل عليه هو أننا عندنا شعار على المستوى العالمي وعلى المستوى الوطني أنا نفسنا نوصله المتطوع في كل عائلة المتطوع في كل عائلة يعني أننا نجنده جميع الإمكانات باش ديال المراكز ديال التكوين باش يمكن يكون عندنا هاد المتطوع مسعف في كل عائلة ذاك ساعة ما غد نوجدوش صعوبة أي نقطة أي ميساج أي حاجة بغنى نوصلها المواطنين غد نوصلها من فرض اللي موجود في العائلة وهذا هو العمل اللي كنشتغلوا عليه وهي الستراتيجية اللي كنشتغلوا عليها الآن عندنا ما يفوق من 80 ألف متطوع الآن اللي كيعطيوا على الأقل ثلاثة ساعات في الأسبوع ديال العمل التطوعي للمجتمع نعم والآن في العملية ديالي تلقيه حالياً اليوم ما يفوق أربع ألاف متطوع ومتطوعة متوجدين في جميع الأقاليم والعملات باش يقدموا هاد الخدمة أشنو هي الأهمية ديالها؟ لأن عندنا منطلق اللي هو منطلق عالمي فيما يتعلق بالتطوع أخصنا نعطيوهم الحماية أخصنا نديروهم الحماية القانونية أخصنا نعطيوهم الإمكانية دير التطور أخصنا كذلك نعطيوهم الإمكانية باش يشتغلوا في ظروف جيدة وكنضم هاد العمل بتشارك الآن اللي كنعيشوه غادي يكون عندهم عكاسات مهمة إيجابية فيما يتعلق المستقبل مع وزارة الصحة اللي هي وزارة وصية اللي هي الأحمر المغربي أننا نزلوا هاد الهدف ديال متطوع في كل عائلة والعدد العائلات معروفين في الإحصاء العام للسكان والسكنة ونقولوا أننا في ظرف خمس سنوات أو عشر سنوات نكونوا حققنا هاد الهدف ديالك ساعة ما غادي نبقاوش كنعملوا هاد العمل الاستعجالي باش نوجدوا المتطوع اللي غادي يمشي لواحد المنطقة معينة هل في العالم القراوي ولا في العالم الحضاري غادي يكون عندنا واحد اللي بينة توجدت وموجودة في الجسم ديال العائلة وأي خبر بغينا ندوزه وأي ميساج بغينا ندوزه سواء في الميدان الصحة أو في ميادين أخرى ديال التأهب والاستعداد غادي نكونوا حققنا هاد الهدف وهو باشي صعيب ويمكن نكونوا من الدول الصباقة اللي غادي تحقق على المستوى الحركة الدولية ديال الصليب الأحمر والهيلة الأحمر أن يكون عندها مسعف في كل عائلة طيب ربما دكتور عبد الحاكيم هناك سؤال يطرح حول تنويع ربما هذه استراتيجية قمت بها الوزارة وتنويع الممردين أولا نريد أن نعرف السياسة أو الهدف الأسماء من هذا الجانب في نفس سيق حدود اختصاصات بعض المتدخرين خاصة مدرية الأدوية والصيدراء والجنة الاستشارية والجنة العلمية شنو ملامح هذه الاستراتيجية التكاملية في هذا الجانب من أجل نجاح عملية التلقيح الجماعي فأفوق المناعة الجماعية هو بالفعل مغريب مزارة الصحة اقتنات أكثر من لقاح واحد وهنا الجوج لأنه حاجة طبيعياتي خصت المزويدين ما يكونش غيوا حتى تكون رهينة مزويدة لو قعلوا شي مشكل كاتل قابل لقاح إذن نوعنا المزويدين وإن شاء الله رحمه 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 ما كانت شي مانيع باش نعاودوا للقيناة لقاح أخر نهدو المكونات دي المثلا المديريات دي الوزعاء كل مديرية تتخدم في الاختصاص ديالها لأنه مثلا مديرية الصيدلاء هي التي تترخص أي دواء كيفما كان نعم حتى اللقاح تعتبر دواء تتلخص تدل وتتعطيها الترخيص دياله وبحضور الجناع علمية وخبراء باش تيمشي دكشي في المسطرة القانونية نعم ومديريات الاخرين كينا ديال لوجيستيك وكينا المديريات ديال ديال الموارد المالية بالفضل ديالهم شراءوا هاد تلاجات وشراءوا هاد الخزانات ديال التبريد إذن كل مديرية هنا عمل متكامل باش يحقق واحد الهدف هو النهار يجي اللقاح يلقى الأرضية موجودة باش يمكن الناس تجي للمركز الصحي نقطة اللقاح وتلقى اللقاح في واحد الظروف آمنة نعم وجودة تكون الجودة دياله لا يرفت تبريد نعم والمواطن يأخذ اللقاح دياله ويمشي في أمان الله طيب فهذا الإطار ربما من أسئلات المواطن يعني أن نقول أسئلات المواطن فهذا الجريب الآن تجاوزنا يعني ربما والله الحمد نصف مليون ملقاح وش بانت أعراض جانبية فهذا الجانب هذا وربما وش كانت هناك أعراض في إطار نصف ملقاح خاصة على أننا نتحدثت يعني منهم ناس يعني متقدمين في العمر وفي السن بس الأمور دست كلها بيخير الحمد لله الأمور الحمد لله دست بيخير وكان هناك لجناء لليقضاء هناك المركز الوطني لليقضاء اللي هو مركز تابع الوزارة الصحة هو مركز ما بين ثلاثة ديال المراكز عالميا التي يخدمون مع وزارة الصحة كان ثلاثة في العالم منهم المركز الوطني لليقضاء الدوائية ومحاربة التسموم هذا المركز يتبع يوميا جميع الأعراض الجانبية لحد الآن ما كاناش أعراض الجانبية زع ما كان ذلك شي خفيف العادي العادي وتتبع رأيها شكل يومي شكل يومي طيب سؤال آخر من طرف المواطنين علش ربع ساعة تبقى في المركز قبل ما تبشي لدارك باش كدر تلقاه هو ربع ساعة كاي اللي تيقلز ديك ربع ساعة عنده عاديات يشوف تليفون دياله كاي اللي كيخاف كاي اللي كيخاف كاي اللي الناس اللي قبل ما يتيتحل اللقاح تحسل صح تخسك دينو في الطمئنان نعم وما تمشي غير يدير اللقاح ويمشي بحاله يقلز تحت المراقبة باش هذا هو من أجل طمئنان تقول لك صافي راه أنا بغيت نود نمشي بحالي تقول له ما زال ما كملت ستكمل هي لأجل طمئنان عليه هو هادي هادي كما نقوله من بريكوسيون تناخدوها تناخدوها احتياط كناخدوه باش المواطن تهو يمشي من يقول له صافي يمكن لك تمشي لدارك تمشي مرتاح طيب من أسئلة المواطنين كذلك في هذا الجانب لماذا يعني تساؤلات كتطرح بعض الأسئلة من طرف الطبيب على الملقاح قبل عملية تتلقيها يعني كيقول لي يعني واش انت مريض بمرض ما لاحظنا تساؤلات واش هي في إطار البروتوكول العادي في إطار البروتوكول العادي لأنه حال الوقت يقول لك أنا رأى فيا التنسيو واش هكو فيا التنسيو وما خصنيش لا رأى هاد اللي قاحت تشراق ليك حيث انت مريض انترى انت أكتر عرضة نعم هادي كالناس اللي كنشوفوهم مثلا باش مثلا المرأة الحامل نعم نعم هادوا اسئلة روتينية عادية كيمكننا نكونوا ناك الملقح كيسول في إطار بروتوكول معروف صدقات عليه اللجنة العلمية وفاش كيكون كل شيء في أمان الله نعم نعم طب ومقصود جدا على أنه تكون اسئلة بيضاء بالصفة العامة من أجل على أنه تضحم جموة هذه التساؤلات لتوصل بها بريد البرنامج فيما يخص طبيعة العلاقة يعني المفترضة الآن وربما تضحات مجموعة الأجوبة الخاصة بالمواطنين طيب دكتور طيب في الواقع لأنه هناك تساؤل متى سوف تتحقق المناعة الجماعية وقبل ذلك واش فقط على أنني درت الفاكسة على أنني محمي في يوميه وتاريخيه وساعته لا أبدا مني كان درت تلقي حديلي زرعة الأولى نعرف بأنه اللقاحات لدي أسترازينيكا ولدي سينوفار في مجوز الجرعات نعم ثلاثة السيمانات بالنسبة لسينوفار من الفرق بيلته ومربعة ديالسيمانات بالنسبة لأسترازينيكا نعم مني كان أخذ زرعة الأولى ديالي الجسم ديالي كي بدأت تفاعل المنع ديالي كي تبدأ تشتغل نعم ولكن هاد المنع اللي كي تبدأ عندي غير كافية باش تحميني كتخدم كتشتغل كتتفاعل كي بدأ الجسم ديالي كي يحمي نفسه نعم ولكن غير كافية باش تحميني باش نعطاه بالراسي أنني تلقحت الدراسات السريرية الدارت باش نعرفه بالضبط شحر غنعطيه ديال اللقاح وشحر المدة ما بين اللقاح و اللقاح وشحر اللقحت وش ندير وحدة أو جوج أو ثلاثة نعم دونك فقاش المواطن يمكن يعتبر راسه خدد تلقاح دياله هو من كي يخد الجرعة الأولى والجرعة الثانية وكي يخدون في الموعد دياله اللي كتنصحوا به المنظومة الصحية وكيبقى واحد جوج داتة الأسابيع ولا أربعة الأسابيع من بعد كيبقى الجسم كيزيد يتفاعل عادك تكون عندنا عادك يكون عندنا المناعة فإذا أي مواطن شي تلقاح خصي يعتبر راسه بأنه المناعة دياله بدتك تشكل بدتك تتخدم ولكن رخصو ضروري من الثانية وخصويتنا بعض الأسابيع عندنا باش كي تتسمرها محمي نعم هات تلسد الأسابيع أرض الأسابيع كي نقاش دولي في هذا النقطة هذا يمكن يكون نقاش عليها علمي كيمكن طبعا يمكن تكون أربعة خمسة مواطنين ركيشوفوا كين دول اللي كتدير السد الأسابيع كينو وسن 12 الأسابيع نحنا المرض الجديد اللي قاح الجديد الدراسة اللي كتدير نهار على النهار كنطلعوا عليها واللي غديكون فيه الأصلح والأخير المواطنين ديالنا رغي يتقليهم غيره يقولوا لهم أربعة الأسابيع هي أربعة الأسابيع من اللي يتلقح إذا خص يستمر في الإجراءة ديال الإجراءات احترازية الماسك ديالون كمامات تباعد تطهير مسائل فوقاش حتى الفوقاش واش حتى غير ياخد الجرعة الثانية لا وخيدوا ثلاثة أربعة الأسابيع غادي نبقاوه كلنا كنحترموا الإجراءات الحاجزية حتى نحقوا المناعة الجماعية لأنه المواطن اللي تلقح كيتلقح خص يبقى حامي راسو وخا عندو اللقاح كينو حد نسبة المواطنين اللي جيس مديرهم مناع ديهم ما كتجوش مع اللقاح وخص يبقى وثانيا ما ننقلوش للمرض غيرنا إذا فوقاش كيمكن لنا نزولو الكمامة والتباعد وما شئ الأخرى النهار اللي كتكون عندنا المناعة الجماعية وفي هذا الحال المناعة الجماعية راه المجتمع كله غادي يزول هات الإجراءات الاحترازية وهدي ما غادي تكون حتى اللقحوه ذاك العدد المغربة 75 أو 80% من الساكنة بإذن الله وانطمأنه ما شغل يغلقوا واحد العدد والغدف السباح هذي تجير نشرة دي الأخبار ونقولوا راه هسافي روصلنا لـ 80% لا كنديروا تلقيح العدد كبير احنا كنقرب نفسنا مع الدول الأخرين وغادي نشوفوا الوفايات مشات الأقصى مئن عشخوات الفيروس ما بقاش يكي تفشى ما أنه بأننا المناعة جماعية يكين في بلادنا أنا دك غادي بقى تدريجي رجوع تدريجي للحياة الطبيعية شوية وشي وهذا شي غادي يكون إن شاء الله من فصل الصيف فما فوق مشيق بال هذه المدة هذه لأنه واحد الأسابيع وأصور دي اللقاح طيب أعتقد أن الرسالة وضحة جدا جدا في هذا الجانب ربما الدكتور السعلي لأنه ما سمي بفيروس كورونا المتحول وأنا أتحدث بطابة حال تحت الرقبة دي الدكاتيرا الأطباء في هذا الجانب استهديف الشباب وأعتقد على أن منظمة صحة منظمة هلال الأحمر المغربي هل تعتقد على أنها ممكن في إطار إمكانياتها اللوجيستيكية أجمع توفر المنصة الحقيقية لدعم وتوعية الشباب من هذا التحول مع العلم على أن لاحظنا مؤخرا أيضا حلى أن الشباب يصاب بهذا المرض الفتاك بالفعل المنظمة دي الهلال الأحمر المغربي لا بد أنها تهيئ الاستراتيجي ديالها وتطورها وتأطرها باش يمكن غدى الشباب بالخصوص الشباب أنه ينخرط أكثر في العمل ديال التطوع وأنا كنظن عندنا الآن واحد منطلاقا من الدرس اللي كان عمله على مستوى الجنة اليقاضة ديال الأقاليم كاملة كاملة لاحظنا في هد الأيام الأخيرة بالخصوص منطلاق ديال جائحة كوفيد أن الشباب يتقاطر على المقرات ديال هلال الأحمر المغربي من أجل استفادة من التكوين في الإسعاف نعم جيد باش يعمل التكوين دياله ولكن في نفس الوقت يتشبع بالمبادئ ديال الحركة الدولية الصليب الأحمر والهلال الأحمر وهو عدم التحييز الحياد الإنسانية العمل التطوعي وهذا الشيء هو اللي غد يعتل بلدنا واحد النوع ديال الحصانة أنا متفائل جدا بدور الشباب والإقبال ديال الشباب أنه من بعد الجائحة لا بدنا نقدر واحد تقيم لا بدنا نقدر واحد تقيم ونوقف على مواطن القوة ومواطن الضعف كمؤسسات كمنظمات حكومية أو غير حكومية باش نستخرجوا العبر نعم ونستخرجوا الدروس لأن هذه الجائحة إلا كان فيها شيء حاجة إيجابي أنها جعلتنا نوقف على الداء وجعلتنا نوقف على مواطن القوة دينا وجعلتنا كذلك نوقف على مواطن الضعف ولكن هذا ما يتحقق إلا في إطار العمل التشاركي إلا في إطار العمل التضامني إلا في إطار العمل المشترك ما بين جميع المتدخلين يد وحدة ما كتصفقش خصنا الأيدي كاملة تجتمع مع بعضها باش يمكن تحقق هاد الهدف وبغيت إلا اسمحتي لي فعقل من دقيقة نرجع على القضية ديال هاد الأنانية ديال مجموعة من الدول فيما يتعلق التعامل مع التلقيح أنا كان أعطيه واحد المثال بسيط لأنه في التكوين حنا ديال المتطوعين كان أعطيه دائما أمثلة بسيطة كيف ههموها المواطنين الواحد من اللي كتتحرق له الدار دياله كتنضلوا حريق في الدار نعم أش كيدير كيبدلوا اللي يجيب الوسائل اللي عنده الحصيرة اللي عنده وكيحاول يطفلع فيها ولكن شوية كيجيوا الجيران وكيجيبوا عود كذلك الوسائل اللي عندهم وشوية كتزاد الحومة وكيستطعوا يطفلوا دك الحمودة قصيرة وكينقضوا الممتلكات وكينقضوا الأرواح نفس القضية في كوفيد لكن كلك تحاول تطفلع فيها بوحدك وتطفلها ولكن بخصائر ولكن اللي باقي كامل قد يتحرق إذا نخص الدول كاملة تكون واعية أنه إذا بغينا نتغلبوا على الداء وإذا بغينا نخرجهم للحجر الصحي ماشي غير البلاد بوحدها اللي قد ستخرج وإنما هذه المنظومة العالمية اللي هي كقرية كاملة خصائر تفهم بأن تتلقي حصوية يتوزع بعدالة وخصوية يمشي لفين خصوية يكون باش نكونوا بالفعل كننطلقوا من الهدف الأسمة ديال الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الإنسانية ثم الإنسانية أكيد الإنسانية ثم الإنسانية طيب فهد الجانب ربما دكتور رب العكيم الآن ندبر واحد المخزون المهم جدا الآن من الجرع بصفة عامة وش هناك برنامج محدد ممكن نعتبر فيه لأنه نهاية المرحلة الأولى وسوف ننطلق بإذن الله إلى المرحلة الثانية بمعنى آخر هل هناك تاريخ محدد أو أن الأمور تنطلق وفقا تصرفات دولية أخرى أو تاني الحمد لله المغرب ضابط أمور دياله تدبير الجرعات هو تدبير يومي ماشي تدبير الجرعات تنعطيوهم وتنخليوهم التدبير يومي كنعرفو شحال من جرعة خرجات وشحال للناس تستفيدون الجرعات وشحال من جرعة بقات شايتة في القارورة وشحال شيء مضبوط وإن شاء الله الرحمن الرحيم هذه المرحلة اللولة على وشك نهايتها باش تبدأ المرحلة الثانية كما قلت لكم في السابق وغادي إن شاء الله ندوز الفئة عمرية أقل وتبدأ المرحلة الثانية ما كينحتشي نعم وش تسبقها نفس الاستراتيجية بمعنى آخر مع المرحلة الثانية مع العلم مع أنه ملامح المرحلة الثانية من الحملة تكون تصورات أخرى أم أنه نفس التصور نفس الصرامة نفس التطبيق في هذا الجانب وهو نفس تصور مبني على بلاغ الديوان الملكي نعم بنفس الصرامة وبنفس الشفافية ونفس التضامن نعم طيب رسالة واضحة أيضا في هذا الجانب طيب دكتور حمد ربما نتحدث من جوالب متعددة ولكن أعتقد على أنه من باب اليأخذ وش هدنا آليات لليأخذة الجينومية إن صح التعبير وأنا تحدث طبعا تحت الرقبة الطبية في هذا الجانب تحسبا لأي تحول فيروسي محتمل هل تعتقد على أنه سوف نتوفر على استراتيجيات بذيلة لقدر الله وربما يقسمني دكتور نفس الجواب لاحقا مش سنتوفر في المغرب وفي جميع دول العالم نعم ندرس سباقية من ناحية العلمية ومن ناحية اللوجستيكية نعم إذن كنا ندرس سباقية أصلا هذا وليأ قدر الجنومية بالفعل إذن نحن كنا كان سلالة جديدة كتبا كان تفارات كان في الفيروس وهذه واحدة مسألة متوقعة أنها توقع تفارات نعم ولكن هذه السلالة جديدة مع الأسف اللي في بريطانيا الأكثر انتشار عندنا في جنوب إفريقيا وفي برازيل ربما أكثر خطورة ربما يكون عندها تأثير على اللقاح باقي دراسات كتجير عليها نعم في بلادنا كنو كان إجراءات تخيضة مرش فقط يقضى الجنومية قبل ما يدهروا سلالة جديدة بلادنا كانت في كل تحالي اللي كتدر اللي كتخرج بوزيتف كيتهزوا واحد العينات منهم وكيتدرهم الجنوم باش كيتعرفوا الجنوم ديالهم باش كان راقبوا بالنسبة لبلادنا وكان فيدوا العالم بلادنا كان عرفوا الفيروس اللي عندنا واش بقي هو وليه وقعت فيه تغيرات وهذا الشي كان تقسموا مع الدول على العالم كله باش كتكون واحد المراقبة دولية طبعا من اللي بلاو من اللي بدات السلالة جديدة كتبعت اللي تكتشف في المغرب الحلل اللي ولا دياله زادت اللي قادة الجنومية واليوم كان واحد المعدل ديال 10% ديال التست اللي كيكونوا بوزيتيف اللي كيتهزوا وكيبشي كي يدير لهم السيكونساج باش كنعرفوا واش كينتحولوا للا حاجة تانية ما كينش هر يقادة الوبائية باش نوقفوا باش ما ندخلوش عندنا السلالة جديدة حولوا ما أمكان ميمكش ما ندخلوهاش كنأخروا الدخول دياله ولكن شكون هو اللي غي يحمي بلدنا هو المواطن لانه السلالة جديدة هرغادي تكون كينة مم بالحاقي لكنت كينة ولقات ما كيش تحترم لإجراءات احترازية غتتنتشر بسرعة صحيح إلا القاتل إجراءات احترازية غدي تموت هذك السلالات وغتعطينا الفرصة باش نلقحوا المواطنين ديالنا ونلقحوا الشعب ديالنا ونديروا واحد الماناعة جماعية اللي غتتحمينا من السلالة الجديدة ومن السلالة القديمة ونرجعوا لحياة طبيعية فإذا هناك يقضى جينومية نعم ولكن خستكونوا حدي يقضى مواطناتية المواطنين خستيعرفوا باللي رحنا متبوعين قدمنا سلالة للأسف نعم ربما سلالة أخطر ما كيش اللي غت يحمينا إلا نحمي نفسنا بالإجراءات احترازية ديالنا والدولة تقوم كذلك بالمسائل اللي عليها ولكن دولة تقوم بمسائل اللي عليها باش ميجيش السلالة أولا باش نكتشفوا السلالة بالحق اللي غي يحمينا هي السلوك ديال المواطن اليوم قبل اللقاح خلال اللقاح ومبعد اللقاح بإذن الله طيب تعبير جدا يعني جميل جدا يقضى المواطنات هي مهمة جدا دكتور حكيم تعقيب قصير جدا بالفعل اللي قال دكتور حمضية هناك كما قلت يقضى دوائيات يديرها المركز الوطني اللي يقضى الدوائية ومحاربة التسمم باش يتبع الأطر الجنوية هناك يقضى جنومية تيديرها المعهد الوطني للصحة المعروف باليناش تيديرها يقضى جنومية استعدادا ربما إلى دخلات هاد هاد التفراء الجديدة يمكن يقبطون يكونوا مستبقين في هذا الجنوب طيب ربما أيضا في آخر سؤال دكتور سعري في إطار مصطلح اليقظة الذي تحدثنا عنه الآن منظمة الهلال الأحمر المغربي هل هي في مرحلة اليقظة ممكن قولوا على أن في مرحلة المرحلة القصوى لدعم وزارة صحة خاصة لا قدر الله لو أنه كان هناك تحول ما يفيد صدر وهو المستوى المتطوعين ومتطوعات الهلال الأحمر المغربي نعم من خلال المواكبة يعني من أول حالة لديل كوفيد ديزناف في بلادنا لمشجن عدد كبير من الإصابات أو من الوفايات فيما يتعلق هذ المتطوعين ومتطوعات نعم وهذا ناتج أول إن وقبل كل شيء من الوعي ديل هذ المتطوعين صحة اللي اخذوا الوسائل الاحترازية والوقائية بجدية نعم وكنظن هذ الموعطة هذا مهم جدا بالنسبة للمرحلة المقبلة إذن في إطار التكوين المستمر اللي غادي نعطيه المتطوعين المتطوعات أننا غادي نحاول ندخلوا وهذا بدعم ديل وزارة الصحة ندخلوا مجموعة ديل آليات التواصلية باش هذ المتطوعين والمتطوعات يفهموا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة دقيقة وكنتمنى أنها تدوز بسلام في بلدنا ولكن لابد ضمن الحيطة والحضار باش يولي المساج دينا والعمل دينا دي المواكبة دي العملي التلقيح هو التعطير والتكوين والتوعية دي المواطنين والمواطنات لأن لما كانش هذا المعطاء حاضر وبقوة كيف ما كان النتائج دي التلقيح غاد يمكننا بطبيعة الحال في طر التحولات اللي كيعرفها هاد الفيروس كيمكن نرجع النقطة الصفر نعم إذن إحنا غاد نحاول ما أمكن مع الشركاء دينا اللي دائما كيدعمونا أننا نعطيه تكوين جديد تكوين مستمر باش هاد الشباب يحميوا نفسهم ولكن يدودك المساج دي للأمل صحيح أنه الأمل يأتي عن طريق احترام الآليات الاحترازية والوقائية والنظافة طيب بلغة الأمل للأسف الوقت ينتهي ووقت البرنامج الشكر الموصول الدكتور محمد سعلي مدير مركز للا مالكة لتكوين المتطوعين وأطور الصحة والمتصرف العام لمصحات للا الأحمر المغربي كنت مباشرة معنا من مدينة تيتوان وأيضا الدكتور عبد الحاكيم يحيان مدير مديرية السكان بوزارة الصحة شكرا جزيلا لك وأيضا الدكتور طيب حمدي طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية شكرا جزيلا لك شكرا لك مشاهدين الكرام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من لا تنسوا أبدا أنه في قضايا وآراء نناقش كل قضايا الآنية والمجتمعية إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة